اشتركوا في القناة لكن يبدو لي أنهم طيبون ووادعون كذا لأنهم مقبوتون لأنهم في قوة القانون في قوة الدول لكن حين ترتفع صوت الدول كما في العراق كما في سوريا اليوم كما في أي مكان يا رجل تروا حوشا ناس تقطع الرؤوس أطفال يعلمون كيف يقطعون الرؤوس مع التكبير دائما يا أخي لا تكبروا لا تكبروا كرهت الناس في دين الله تبارك وتعالى أكباد تؤكل قلوب تؤكل وتمضى والله أكبر رح شاء الله بالأمس الحادثة أمر ضغني هذه التي أيضا في بريطانيا للأسف قطعوا هذا الجندي أنا لم أستطع أن أتابع لكن سمعت أحدهم قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله في معشائخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزنون يبثون روح الكراهية يكرهون المسلمين بعضهم في بعض يكرهون المسلمين في العالمين كأن دين رسالته نشر الكراهية هؤلاء ملاعين هؤلاء صليبيون هؤلاء مش عارف هؤلاء أعداء الله هؤلاء الكفار نحن ما شاء الله نحن 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 أصبحنا لا نرى أحدا نحتقر عباد الله نحتقر البشرية من عندي آخر أصبحنا أكفر الناس بالنعم كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم تعيش في ظلهم أيها الإخوة سواء في بريطانيا في ألمانيا في جهنم في أي مكان تعيش في ظلهم تعخذ الأمان تعخذ النقود تعكل من أموال ضرائبهم ثم بعد ذلك كفار وبأي فرصة ليحركان سأقتلهم سأجزرهم أي دين هذا يا أخي أي فقه هذا لذلك لابد أن نعقد خطبة صارخة نارية أسميها أيها الإخوة فقه الجريمة فقه الإجرام أيها الإخوة هذا فقه إجرام ولو تقفوا لو أنكم وقفتم على محض كيفيات استدلال هؤلاء الذين يعتبرون مقادة لهؤلاء الشباب التاعث الضال الحائر الذي فقد إنسانيته شباب فقد إنسانيته باسم ماذا؟ باسم الدين أي دين يا أخي أي دين دين جنكيس خان دين الياسق الله أم خلاص ممتاز جنكيس خان كتاب جنكيس خان أهلا وسائلا لكن دين القرآن إلا رحمة للعالمين دين محمد بن عبد الله أرحم عباد الله بالله يا أخي نسينا محمداً وماذا فعل محمد؟ لا نتعلم إلا الضحوك القتال خطباء معاتيه لن أصفهم بأقل من هذا والله معتوهون والله وأنا أعلم منبر رسول الله والله إنهم معتوهون يا أخي جعل منبر يا أخي تكريه فقه تكريه علم تكريه ترى مسلمين تطرع عليهم السلام لا يردون عليك السلام لا يجيبون من أنت؟ يحتخرونك لأنك ربما تلبس مثلا لحياتك وليست إيه إلى السر أو كتب شو يغريب يا رجل ما هذه العمة؟ ما هذا الجنون الذي نعن فيه؟ وانتظروا فقط كما قلت لكم أن ترتفع أو تنفرج قليلا تخف قبضة السلطة في أي مكان عن هؤلاء المسلمين حتى ترى ماذا يفعل بعض البعض القتل والذبح الأكباد والقلوب والإجرام والله أكبر والله أكبر الله أكبر عليكم الله أكبر عليكم وعلى هذا الفخت وعلى هذه الطريقة اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ونسألك الهداية لهم وأن تسلك بهم سبيل المحسنين فقد أساءوا إلى أنفسهم وإلى الدين أساءوا إلى الدين وإلينا وإلى محمد رسول رب العالمين والله أساءوا إلينا كثيرا أساءوا إلى دين محمد يا أخواني الحمد لله عايشين هنا في أوروبا وادعين مطمئنين موفورين بفضل الله والله العظيم لا يعتدى علينا لا من سلطة ولا من شعب الشعب الكاثر السلطة الكاثرة الملعين